كما تتواصل فعاليات مبادرة كتف في كتف في محافظة الإسكندرية التي أطلقت تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وخلال الفعاليات تم توزيع عدد من الكاراتين الغذائية على الأخير المستحقين في عدة مناطق تحت لواء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتمعت أكثر من 30 مؤسسة وجمعية أهلية لإطلاق قطار الخير في كل ربوع مصر التحالف الوطني أطلق مبادرة جديدة بكل المحافظات تحت اسم كتف في كتف والتي سرعان ما وصلت لكل محافظات الجمهورية ففي الإسكندرية تم توزيع عدد من الكاراتين الغذائية على الأهلي المستحقين في عدة مناطق نحن النهاردة موجودين لكي نبدأ فعاليات كتف في كتف موجودين في إسكندرية النهاردة المستدرية بتاعنا إن شاء الله أن نسعد أهلينا في شهر رمضان 4 مليون كرتونة و450 ألف وقبة غذائية تمام من باب زرع تحييل أمن الغذائي للمواطنين وزرع الأمل والتفاول بين المواطنين والأطفال النهاردة إحنا مستهدفنا نحن نعبي ونوزع 3500 شنطة على مستوى محافظات اسكندرية بيشارك فيها 500 متطوع من المتطوعين صنعان حيات اسكندرية دي فعالية ضمن فعاليات حملة كتف في كتف المستهدفها تعبئة وتوزيع 4 مليون كرتونة كذلك تم تنظيم قافلة طبية للكشف وتقديم العلاج المجاني بها معظم التخصصات الطبية في منطقة المندرة قبلي التابعة لحي المنتزة وذلك بغرض مساعدة الأهالي المستحقين وإدخال البهجة والسعادة إليهم موجودين النهاردة في محافظة اسكندرية مشاركين في مبادرة كتف في كتف تحت مظالة التحالف الوطني متطوعين في محافظة اسكندرية بيشاركوا النهاردة في أنشطة مختلفة هيشاركوا النهاردة في تعبئة كرتين غزائية هيشاركوا في توزيع كرتين غزائية على أهلين المستحقين وكمان عندهم قافلة طبية كان فيها مختلف التخصصات عشان نساعد أهلين المستحقين كمان عندنا المتطوعين منتشرين في مناطق كتير من محافظة اسكندرية التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي ولد عملاقا يعمل بالتوازي مع مجهودات الدولة في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المواطنين